ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك تصير منفر للناس زين نستطيع هكذا أن نقول على نحو الإطلاق مطلقاً هالشكل نطلق القول على عواهنه مثل ما بعض أنصاف المتعلمين المعتمرين للعمامة المقدسة مع الأسف يتكلمون بهذا المنطق بشكل إطلاقي يجي يقول لك الغلظة مذمومة يصير هكذا نطلق القول ما يصير منه قال الغلظة مطلقاً مذمومة لا هناك موارد لابد أن تكون فيها غليظاً إذا كنت ليناً في هذه الموارد كنت مبغوضاً عند الله القرآن يناقض نفسه كلا هنا قال الله تعالى ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك وهناك يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إذن الكافر الحربي المنافق الحربي هؤلاء لا يصح أن تعاملهم باللين تعاملهم بأي شيء بغلظة يجيك الداعش الإرهابي مثلاً تعامل البلين هذا أصلاً عقلائي هذا منطق تعامل البلين شي سوي يتمادى أكثر ولا يردع منهم خلفهم ما تقدر بعدين تشرد بهم منهم خلفهم ما تقدر لابد أن يكون هنا سيف رادع يقطع دابر الإرهاب فلابد من غلظة منافق يضل الناس أو صار رمزاً للإضلال يدفع الناس إلى جهنم هذا تتعامل معابلين تقول لا لازم نحترم ونعالج الفكر بالفكر خلي نعالج فكر المنافق بالفكر فنحترم المنافق الله هذا أي منطق هذا المنافق لا حرمة له لا كرامة له يتعامل بغلظة يتواجه تنال منه تقدح فيه تحذر الناس منه متعام لابلين لازم تكون متوازن كل شي عندنا فيه توازن